أهلا بكم في تتمة تمارين درس السادس قياس الزمن تحويل جمع وطرح سنمر إلى الحصة الرابعة ونبدأ بالتمرين التاسع أحسب المدة التي استغرقها سباق للدراجات لاحظوا المرحلة الأولى نقطة الانطلاق من هنا المرحلة الأولى المدة التي استغرقها هذا السباق في المرحلة الأولى ساعتين وخمسة عشر دقيقة في المرحلة الثانية ثلاث ساعات وعشرون دقيقة في المرحلة الثالثة أربع ساعات وخمسة وأربعون دقيقة ثم المرحلة الرابعة ساعتين وثلاثون دقيقة وصولا إلى نقطة الوصول واللي هي فين سيبدأ المرحلة الخامسة لنحن عندنا فقط إلى حدود المرحلة الرابعة اللي سيوصله نقطة الوصول فلحساب المدة التي استغرقها هذا السبق قد نجمعها هدى المدد المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كذلك للمرحلة الثانية قلنا 3 ساعات و 20 دقيقة نكتبوها هي 3 ساعات و 20 دقيقة للمرحلة الثالثة ثالثة 4 ساعات و 45 دقيقة المرحلة الرابعة ساعتان وثلاثون دقيقة ثم سنحسب المجموع إذن ساعتان وخمسة عشر دقيقة زائد ثلاث ساعات وعشرون دقيقة الدقائق تحت الدقائق والساعة تحت الساعة زائد أربع ساعات وخمسة وأربعون دقيقة زائد ساعتان وثلاثون دقيقة ثم نقوم بعملية الجمع الدقائق تحت الدقائق إذن خمسة زائد صفر زائد خمسة زائد صفر عشرة كتبه صفر واحتفظه بواحد اثنان زائد اثنان اربعة تمانية زائد ثلاثة احدى عشر اكتبوها كل ثم الساعة اثنان زائد اثنان اربعة زائد اربعة تمانية زائد ثلاثة احدى عشر إذن احدى عشر ساعة ومئة وعشر دقائق فكاللحظة مئة وعشر دقائق في 60 دقيقة إذن سنحيد منها 60 110 دقائق سنقسم منها 60 دقيقة اللي هي ساعة ستبقى أنها 50 دقيقة إذن 60 دقيقة ساعة سنضيفها إلى 11 ساعة سنحصل على 12 12 ساعة و50 دقيقة اللي هي المدة التي استغرقها سباق الدراجات إذن المدة التي استغرقها السباق هي 12 ساعة و50 دقيقة التمرير العاشر انطلق الحاج المدني من الصويرة على الساعة السادسة و45 دقيقة ووصل إلى مدينة أسفي على الساعة 28 دقيقة إذن قد ننطلق من مدينة الصويرة على الساعة السادسة و45 دقيقة ووصل إلى مدينة أسفي على الساعة 28 دقيقة سؤال ما المدة الزمنية التي استغرقتها رحلته سألت ووصل إلى مدينة أسفي إذن ما سألتها سألتها المدة التي وصل فيها ثامنة وعشرون دقيقة ناقص الوقت الذي انطلق فيه سادسة و45 دقيقة إذن ساعة الوصول ناقص ساعة الانطلاق عشرون ناقص خمسة وأربعون لا يمكن إذن شنو هنديرو عودتاني غادين سلفو غادين سلفو ساعة اللي هي ستونة دقيقة غاش بقى عندنا سابعة وثمانون دقيقة ناقص سادسة وخمسة وأربعون دقيقة إذا بك اللحظة ثمانون ناقص خمسة وأربعون ممكن إذن سفر ناقص خمسة لا يمكن سلفو عشر وردو السلف عشر ناقص خمسة خمسة دقائق ثم تمانية ناقص خمسة ثلاثة الساعات سبعة ناقص ستة واحد إذن المدة الزمنية التي استغرقتها رحلته ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة ونكتب المدة الزمنية التي استغرقتها رحلته ساعة وخمسة وأربعون دقيقة التمنى رقم إحضى عشر ألون المدة الأكبر من ساعة واحدة فكنا نعرف بأن ساعة واحدة تساوي ستون دقيقة أما بالتواني فعندنا دقيقة تساوي ستين ثانية إذن ساعة تساوي ثلاثة ألاف وستمائة ثانية يعني نديرو ستون في ستين تلتلاف وستمائة ثانية إذن غدللونو كل مدة أكبر من ساعة ستون دقيقة اللي هي نفسها ساعة إذن ما ديش اللونوها يوم واحد أربعة وعشرون ساعة إذن فايت ساعة واحدة ديللونوها هذه البطاقة تلاتة ألاف وستمائة وواحد ثانية فكنا لحظو تلتلاف وستمائة ثانية ساعة إذن تلتلاف وستمائة وواحد أكبر من ساعة يعني أكبر من ساعة بتانية واحدة تسعة وخمسون دقيقة وتسعة وخمسون ثانية فكنا لوحظو ما وصلت ساعة يعني تسعة وخمسون دقيقة يريح تسعة وتسعة وخمسون تانية يريح يعني يريح انوصل ساعة مت between الان ثم 61 دقيقة قلنا بأن الساعة تساوي 60 دقيقة إذن 61 دقيقة أكبر من ساعة بدقيقة وحيدة 3600 ثانية وهي نفسها ساعة إذن ما قلت لولا لأنها تساوي ساعة 13 ينجز النشاط على الدفتار إذا قلنا نجز التمرين في الدفتار موسيو كاريم veut voir يوني ميسيون بروغراميك سير لأون يعني هو بغيشوف موسيو كاريم بغيشوف واحد لبرنامج فلؤولا أ 18ه 25 منت على الساعة الساديسة وخمسة وعشرون دقيقة إذن يدير 1ه 50 منت ولمودة ديالو ساعة وخمسين دقيقة كون أصف فم إل تيان أنبا مانكي سن فيطان كي كومنس سر لادوزيام شين آ 20ه 15 منت أما زوجته فمخصاش يفوتها المسلسل لكي بدأ في القناة التانية على الساعة التامنة وخمسة عشر دقيقة موسيو كاريم peut-il voir سن إميسيون ان انتية سنن كون بيان دو منوت مانكرا تيل يعني واش كاريم غادي شاهد البرنامج ديالو كلو أو لا لا إلا ما كانش غادي شاهدو كلو شحال ديال الوقت غادي مشيلو إذن البرنامج ديال كاريم غادي يبدأ على الساعة الساديسة وخمسة وعشرون دقيقة ومدته اكدير اين ار سان كونت منوت مدته ساعة وخمسون دقيقة نديرو عملية الجمع الساديسة وخمسة وعشرون دقيقة زائد ساعة وخمسون دقيقة الدقائق تحت الدقائق إذن خمسة سبعة ساعة تحت الساعة تمانية عشر تسعة عشر إذن البرنامج ديال كاريم غادي يسالي على الساعة السابعة وخمسة وسبعون دقيقة خمسة وسبعون دقيقة قد نحولها إذن غادي نحيدو ستين وغادي بقنا خمسة عشر خمسة عشر دقيقة ستين دقيقة اللي هي الساعة إذن عشرون فالبرنامج غادي ينتهي على الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة ليه هو الوقت اللي غادي يبدأ فيه المسلسل ديال الزوجة ديالو غادي نجاوب على السؤال ميسيو كاريم بوتي لفوار سون إميسيون النانتية يعني واش غادي يشاهد لبرنامج ديالو كامل وي ميسيو كاريم فاوار سون إميسيون النانتية ترجمة نانسي قنقر